السلام عليكم ورحمة الله حاليا وكمان في تسهيل وتيسير عملية دخول أشقائنا وإخواننا السودانيين لمصر اللي هي بلدهم التاني يعني ربنا يرفع عنهم البلاء وتعدي أزمتهم على خير إن شاء الله ومصر بلدهم التاني وده مش من عليهم السودان كان طول عمرها سند لمصر ده مواقف معنا كتير فيواجب علينا إن احنا في الشدة نكون موقفين معاهم وشرف لنا إن هم طبعا يتوجهوا لمصر في أزمة زي دي زي ما شرف لمصر على مر العصور إن هي كانت وجهة لكتير من أنبياء الله ورسله فكانت مقصد ووجهة لسيدنا إبراهيم عليه السلام كمان كانت مقصد ووجهة لسيدنا موسى عليه السلام وأتى إليها سيدنا عيسى مع السيدة مريم عليه السلام كانت وجهة لسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وكانت وجهة لكتير من آلة بيت رسول الله عليه السلام فشرف لنا إن أحنا ربنا اختص مصر بإنها تكون مقصد لكل قاصد ووجهة لكل مضطر وده حل الدول العربية مع بعضها في الشدائط حتى هنا في الجزائر أنا مقيم في دولة عربية الجزائر دولة كبيرة وفتحت أبوابها لأشقاءها ودول كتير في أزمات كتير وكان آخر موقف للجزائر كان في الأزمة السورية في أعقاب الزلزال اللي حصل في سوريا وتابعنا وشفنا الجهود اللي بزلتها الجزائر في الوقوف مع سوريا في أزمتها وأرسلت إليها فرق من الحماية المدنية للبحث والإنقاذ فده يعني دور الدول العربية مع بعضها في الشدائط ونتمنى أن إن شاء الله أزمة السودان تعد على خير لأن المتضرر فيها هم الأطفال والنساء وكبار السن الأوضاع الإنسانية صعبة وأكثر المتضررين فيها المدنيين ولكن أنا اللي لفت نظري في الموضوع وأكثر حاجة اهتمت بها في الأحداث هو دور قواتنا المصرية وجيشنا العظيم طبعا بالتعاون مع المخابرات العامة وأجهز الدولة زي وزارة الخارجية والجهود اللي بزلوها الجبارة في إجلاء الموطنين المصريين من هناك وإحنا عارفين أن الجالية المصرية في السودان من أكبر الجاليات لحد دلوقتي تم إجلاء أكثر من خمس ألاف مصري وتم دخول وتيسير عملية الدخول لأكثر من خمستاشر ألف سوداني طبعا جهد جبار بزلت القوات المسلحة بجيشها وأصرب من طيران القوات المسلحة علشان تتم عملية الإجلاء وتأمينها بسلام طبعا ده بيفكرني بدور القوات المسلحة ودور جيشنا في أحداث يناير وأثناء أحداث يناير كان جيش له دور عظيم برضو في إنقاذ مصر من الأنحضار لهاوية كان صعب القروب منها أحداث كانت صعبة في أثناء صورة يناير كانت واخدة البلد لحالة من الفوضى وحالة من عدم الأمن له لا تدخل الجيش في الوقت المناسب وأنا أفتكر أن في الوقت ده كنت أنا مقيم في مدينة نصر وكان شغل هناك كنت مشرف أمن في أعمارات طيبة أو أعمارات الشركة المصرية الكويتية كنت مشرف أمن هناك في الفترة دية أثناء أحداث الصورة وأثناء اندلاع صورة يناير وما أعقب الأحداث اللي كانت متسارعة ولما ابتدت تحصل بقت شبه فوضى أو كنا خلاص دخلين على فوضى وكان حالة الأمن بدأت أنها تكون مش موجودة ومش متوفرة في الشارع الحاجة الوحيدة اللي خلتنا نشعر بالأمان والأطمئنان هو نزول الجيش المصري لتأمين الشوارع والميادين الرئاسية لأن في الوقت ده مدينة ناصر كانت بين منطقتين منطقة منشية ناصر والدقيقة ومنطقة أربعة ونص ودي مناطق شعبية معروفة بالرجولة والشهامة وأنا عشت في المناطق دية وأعرف في الناس هناك كويس ناس كلها ناس طيبين وناس محترمة جدا ولكن في فئة قليلة في المناطق دية يعني تقدر تقول زي قوم يأجوب ومأجوب لو دخلوا منطقة أو شارع هيقلوا الأخضر واليابس زي ما بقولوا فإحنا كنا في الوقت ده منتظرين أن مع حالة الانفلات الأمنة وعدم الأمان كنا منتظرين أن يحصل في أي وقت حالة من عدم الأمان أو من الفوضى نتيجة دخول عناصر من المناطق دية لترويع السكان أو لأحداث أعمال بلطجة أو سلب أو نه خاصة لما عرفنا أن قرفور اللي قريب منه كان في منطقة العاشر على الدائري قريب من الدائري عرفنا أن قرفور تم سلبه ونهبه بالكامل لدرجة أن الشاشة بتاع العرض اللي هي كان سعرها وقتها ثلاث أو أربعة تلاف كانت بتتبع بتلتموت جنيه على الدائري فكنا متوقعين أن احنا بعد كده دخول العناصر دي لمدينة ناصر والمنطقة اللي احنا فيها فكنا وقتها عملنا لجان شعبية علشان نأمن نفسنا ونأمن السكان بتاع المنطقة وبتاع الشارع وبتاع الحي ومتوقعين في أي لحظة أن تحصل حالة يعني لا يحمد عقباها وكان السكان وقتها كان اللي بيحب يجاملني أو يديني هدية كان يجيب لي حاجة من آلات الدفاع عن النفس اللي يجيب لي سكينة بتاع مطبخ أو يجيب لي شومة أو يجيب لي سلاح لأن احنا كنا في حالة من التسيب وما فيش أمن وكان معروف أن الشرطة كانت انسحبت في الوقت ده من الشوارع ومن إسام الشرطة وكان فيها حالة من الفوضى قبلة الحياة الوحيدة أو الحاجة اللي شعرتنا بالأمان والاطمئنان لما لقينا القوات المسلحة بدأت تنزل للشوارع وتعمل نقاط في كل الشوارع الرئاسية وتحمي المناطق الحيوية بتاع الدولة في الوقت اللي كانت القوات المسلحة بتأمن فيه الميدان والمتظاهرين وبتحمي مصر من الداخل ومن الخارج بتحمي مصر حدودها من الخارج وبتحمي مصر في الداخل من أي أعطاء تكون تبع أي أجهزة استخبارات أو أي أجهزة عاوزة تخرب داخل مصر فكان الجيش شغال على كل الاتجاهات في وقت واحد وبتنسيق تام وده أنا أعرفه كويس لأن الفترة اللي قدتها في الجيش داتني فرصة أن أنا أكون على الطلاع إزاي الجيش بيتصرف وإزاي الجيش في المواقف دي بيكون صهران على مدار الأربع وعشرين ساعة لتأمين البلد من الداخل ومن الخارج خاصة في أي ظروف تكون بتهدد أمن أو استقرار الوطن وده أنا شفته بعيني وشاركته فيه وكنت شاهد عيان عليه في مواقف كتير عشان كده أنا كنت عارف كويس الدور اللي بيقوم به الجيش في تأمين البلد داخليا وخارجيا خاصة مع حالة الانفلات الأمني وتدهور الحالة الأمنية داخل البلد وكانت البلد متجهة لاتجهات مجهولة ولكن الجيش كان شغال بيقظة تامة وحرص تامة على أمن وسلامة البلد والموطنين والمنشآت الحيوية وده اللي أنقذ مصر فعلا في توقيت حساس وفي فترة حساسة في تاريخ مصر فلذلك أنا بحب أوجه الشكر دايما لقوات المسلحة المصرية وجيشنا الوطني اللي له يعني أكتر من موقف يدل على أنه جيش كما ينبغي أن يكون وجيش كما يجب أن يكون الجيش زي دا نحمد ربنا أنه عندنا في مصر أمن وأمان البلد داخليا وخارجيا ناس بتتفانى وبتضحي بنفسها ومحدش شايفها ومن وراء الكواليس صهران على أمن وحماية البلد فدي كلمة شكرة حبيت أوجهها لجيشنا المصر وقواتنا المسلحة وبنسأل الله وندعوه دايما أن يحمي كل الدول العربية من أي مخاطر تهددها وأحنا في فترة حاليا مجهولة محدش عارف فيها حاجة على المستوى العالم كله أحداث كتير وأمور كتير بتحصل في على المستوى الأقليمي والعالمي بتحتاج دايما ترابط الشعب مع جيشه ووهدة الشعب مع جيشه لضمان أمن واستقرار الأوطان دي كتكلمة بسيطة حبيت أقولها بالمناسبة دية ونسأل الله السلامة والأمن والأمان لجميع أوطاننا العربية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله